الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا توبة النصوحة طهرنا بها قلبا وجسدا وروحا اللهم واجعلنا واصلين متصلين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمدنا من أنفاسه وبارك لنا يا ربنا بأعمارنا ببركته أنا لا أريد أن أتكلم اليوم بسلسلة التفسير ولكن هي خاطرة سريعة إن شاء الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال الندم توبة قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة والندم أيها الإخوة الأحباب يعني قسمين إما أن يكون ندما محمودا وإما أن يكون ندما مذموما الندم المحمود والمطلوب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حينما قال الندم توبة بمعنى أن الإنسان يندم على المعصية يندم على التقصير يندم على ما فاته من الخير هذا الندم مطلوب إذا فاتك الخير وفاتك موسم من مواسم الطاعة إذا فاتتك البركات في زمن معين غيرك كان يعبئ منها ويستفيد وأنت غافل عنها لم تستفد منها شيئا فهذا الندم مطلوب أن تندم على مثل هذا غير ما شاء الله سبقني في الطاعة والعبادة وفعل الخير وأنا مقصر وأنا ربما لا أفعل يعني هذه الأفعال والأعمال الصالحة الطيبة المطلوبة التي أؤجر عليها هذا الندم مطلوب يا أخوان لازم الإنسان يندم ولازم الإنسان دائما يلوم نفسه على التقصير الحاصل منها أما الندم المذموم والعياذ بالله حينما يعني إنسان يندم على أمر هذا الأمر ليس فيه طاعة ولا عبادة يريتني فعلت كذا يعني يريت فعل معصية معينة أقول له فعل الناس كذا وهو لم يكن معهم يريتني كنت معكم وهم كانوا عم يعصوا رب العالمين فهذا في غير موضعه هذا ندم مذموم وأيضا أيها الإخوة الأحباب الله سبحانه وتعالى يعني ذكر الذين يعاندون ويكابرون ويسرون ولا يندمون هؤلاء الذين إذا أسرفوا على أنفسهم إذا وقعوا في خطأ إذا وقعوا في معصية وأتى من ينصحهم أتى من يسدد لهم يعني يحاول أن ينصح فهنا يرفضونه ويكابر هذه المكابرة الكبر يا أخواننا وعياذه بالله في هذا الموضع يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة هذا الإنسان المتكبر يتذكر أنه على شو أنت بك تتكبر فإذا ما نصحك إنسان وأنت واقع في معصية وأنت أدرى بنفسك بس عم يذكرك من باب التذكير كنا عم نحكي وذكر وذكر فإنما شو أيوة إنما أنت مذكر طيب وبعدين وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين طيب دي نعم نذكره بدل ما يندم بدل ما يعني راجع حساباته لا يصر يعني كأنه أنت إذا ذكرته كأنك شو كأنك يعني ارتكبت خطأ كبير بحقه فهون بيجي الكبر والعناد ورفض النصيحة هذا ليس من أخلاق المسلم أيها الإخوة ليس من أخلاق المؤمن أن يرفض النصيحة لا بل عليه أن يعترف وأن يقر كما كان سيدنا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يقول تلك القولة الجميلة الرائعة في تربية النفس يقول رحم اللهم رأى أهدى إلي عيوبي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعد لكان عمر ومع هذا شوف التواضع رحم اللهم رأى أهدى إلي عيوبي تخيل يعني وقف يوما وقال يعني قوموني بحد سيوفكم إذا رأيتم فيي عوجاجا فقوموني بحد سيوفكم فقام رجل وقال والله يا عمر لو رأينا فيك عوجاجا لقومناك بحد سيوفنا فرفع يديه وقال الحمد لله الذي جعل في أمة عمر من يقوم عمر إذا عوج عمر شو هالطواضع العظيم هلأ بتلاقي رئيس إذا واحد بقول له ننصحك بيصير في خبر كان شباب حفظ للقرآن قراء علماء على مستوى العالم بدل ما يكونوا الآن بشهر رمضان المبارك بالمحاريب يأمون الناس عم يصلوا مساكين بالسجون بس لأنه نصح لأنه قال كلمة الحق بدل ما يندم هؤلاء الناس اللي هن والعياذ بالله أسرفوا على أنفسهم ونشروا الفسادة في الأرض شو عملوا فيهم دكوهم بالسجون نسأل الله أن يفرج عنهم وعن كل مظلوم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التواضع وأن نكون دائما من النادمين على التقصير الذي يحصل منا وأن نتقبل النصيحة إذا ما نصحنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر